كما اجتمع المهندس إبراهيم أحلب رئيس مجلس الوزراء بشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ضبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وذلك برئاسة الجمهورية عقب لقاءه برئيس السيسي وتم خلال اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى القطاعات الاقتصادية حيث تعد دولة الإمارات إحدى أكثر الدول العربية الداعمة لمصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو وتمتد مساهمتها لتشمل مجالات التعدين والاستثمار والطاقة والإسكان فضلا عن إسهامها المتميز في دعم قطاع التعليم عبر بناء المدارس التخفيف من أزمة الكثافة الطلبية في المدارس المصرية كان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قد وصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية لمصر حيث كان في استقباله المهندس إبرايم محلب رئيس الوزراء والفريق أول سطقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من السادة الوزراء وأعضاء سفارة دولة الإمارات بالقاهرة ترجمة نانسي قنقر